النهاردة مكرار باشامال بتاعتنا اعتادية جداً عمالة باللحمة المفرومة ويقب باشامال العادي جداً فيه ناس كتير بتطلبها كل شوية وهي بصراحة أساسية قوي تعالوا نقولي المئادية أكارونا باشامال باللحمة المفرومة هحتاج كيس مكارونا ألم أنا سلقته بيتسلق من 8 ل 10 دقيق فيه ميا وملح بس هحتاج نص كيلو لحمة مفرومة معلقتين كبار سلسة بصلايا مفرومة ناعم ملح وفلفل أسود السبع بوهرات ورشة قرفة والباشامال طبعاً زي ما متعودين بيبقى عبارة عن خمس معالق كبيرة دقيق خمس معالق كبيرة زبدة وخمس كبيات لبن وكمان هحتاج ثلاث معالق جبنة كريني من عبور لند وطبعاً رشة جسط الطيب والملح والفلفل أسود وآخر حاجة طبعاً الجبن معيها تاني المقادير بتعطي سريعاً جداً عبارة عن كيس مقارونة لام أنا خلاص سلقته في ميا وملح من سبع لعشر دقيق أو من ثمان لعشر دقيق ونص كيلو لحمة مفرومة مع لقتين كبار سلسة ويبصلة مفرومة ناعم ملح وفلفل أسود سبع بوهرات رشة قرفة والبشا ملا 5 معالق كبار دقيق 5 معالق زبدة مش مكعبات مكعبات سوغنانة لأ أنا عايزة 5 معالق ويه 5 كبيات لبن و3 معالق جبنة كريمي وكمان هحتاج ملح وفلفل أسود ورشة جسط الطيب وطبعاً الوش جبن موداريلا طيب أول حاجة كده هعملها إن أنا أحط اللحمة المفرومة على النار عندي اهي وحط كمان هنا الزبدة تسيح اللي تنم مع بعض مش هناخد وقت يولا بينا اهي وطبعاً علشان الزبدة تسيح من غير ما تتهارق بحط لها زيت وطبعاً كمان إن أنا ممكن أستخدم الزبدة والزيت بإن أنا أحط إيه على طول سمنة هقلب هنا وإيد هنا أخلصهم على طول مع بعض طيب أنا بحط طبعاً زي ما أنتم عارفين اللحمة وفرومة الأول بحب طبعاً طعمها وهي الأول نزلة في الدهون بتاعتها مش هطالها أي دهون خارجية وبرشلها رشة إيه؟ بلفل أسود ورشة الملح والبهارات المعتادين عليها طيب تعالوا هنا يلا ننزل الدقيق بتاعنا أهو ونقلب طول يا جماعة كده ماء الدهون كميتها متناصقة مع البشامل ما يغلبنيش بقى خالص أحب كده أقلبهم مع بعض تقليبة حلوة وأسيبهم يا دوبك يا دوبك كده بس عند الدقيق يشم الريحة أي يشم النار يعني يشم النار كده وياخد طعم إيه؟ الزبدة أهو بصوا شم النار ده كده أنا إيه بسويه علشان يبقى طعمه حلوة المهمة قويه خلاص طيب هروح عاملة إيه؟ منزلة اللبن بصوا طول ما الدهون كده حلوة ومعنديش الدقيق متكتل بقى عندي خليط سهل جداً إن أنا نزل فيه اللبن اللبن أهو وأقلب مايك الكعش معي خالص بس كده خلصت البشامل أهو وأقلب إيدي فيه طبعاً وإيد هنا في اللحمة المفرومة أول ما اللحمة المفرومة كلها تاخد اللون أروح حتى إيه بقى البصلاية بتاعتي وحط بقى التوابل اللي هي إيه؟ سبع بهارات خلاص إنتوا عارفين طبعاً أحب جداً رشة القرفة يا جميع ما تقطروش رشة بسيطة قوي نكهة نكهة بس كده وبرده كمان رشة جوز تطيب وحطيت أنا الملح والفلفل أسود خلاص وأسيبها بقى كده البصلاية هنا بتاعتي إيه؟ تعمل إيه؟ تستوي هي كمان طبعاً ممكن أقطر البصل أكتر من كده وممكن أفرومه ناعم عن كده وهنا طبعاً إيه دي فين برضو في البشا مل اللي اتنين مع بعض خلاص كده تعالوا نشيل كل الحاجات اللي إحنا أنا بس محتاجة وجوز تطيب علشان وصلصة فيه بيوت بتعمل مكارون بشا مل بصلصة وفيه بيوت مابتعملش بمكارونة بشا مل بصلصة انتو حرين بس يصدقوني بالصلصة طعم حلو قوي طعم مختلف طعم لذيذ بيدي المكارونة كده طعمي تاني فكده اجربوا المرة دي تعملوها بالصلصة هتعجب هتعجبكو قوي ريحت بقى اللحمة المفرومة طلعت مناكهة طبعاً وتجنم هحط عليها إيه؟ الصلصة بتاعتي اهي وحبت مية سخنين صغيرين تمام كده؟ تمام كده اهو حط مية سخنة هنا تاني انشان انا هحتاج مية سخنة للوصفة اللي بعدها اللي هي حلوة قوي قوي وهتعجبكم جداً كمان الشربة هعمل شربة ليبية لازم اعملها في العيدة عندي وانا اللي اعملو عندي يعني عند ماما يعني واحنا اللي نعملو عندنا لازم نعملو هنا برضو هتجربوها هتعجبكو قبل بعد ما اللحمة مفروم استاوت عندي بحط ايه؟ الثلسة واقلب هنا فيه كمان البشامل عندي هنا اول ما البشامل بتاعي بصوا ربط معي هاروح عامل ايه؟ بعدها عن النار واروح حطى بقى عليه ميكس الجبنة الكريمي الخطير بتاعي اللي انا بحبه جداً جداً من عبور لند اهو خط بقى الجبنة الحلوة دي بتديلي بقى طعم كريمي خطير وهقلبها بسرعة بحطها لما البشامل عندي خلاص يبدأ يبقبق علشان تنزل على طول تسيحة هي وتديني ايه؟ قوام كمان كريمي تمام؟ ممكن تحطوا رشة جبن كمان هنا زي ما انتو عايزين هبعدها بقى من عنار بصوا قوام عامل ازاي خطير هبعدها بقى من عنار وتعالوا بقى انطبق الطاجن بتاعنا يلا بينا اول حاجة احطها عندي هنا هي نشيب ده كمان نشيله من عنار هي معلقة البشامل اول حاجة لازم الطاجن بتاعي علشان مفيش اي فتفوتة مكارونة تلزق لازم احط الاول هنا عندي البشامل وانزل المكارونة تمام؟ واروح كمان عاملة هنا ايه منزلة عليها البشامل برضو وقلبها كده كلها بصوا لازم تبقى متغلفة بالبشامل طبعا هنا حطة ملح وفلفل اسود ورشد جسط طيب نيجي بقى عندي هنا اللحمة المفرومة واروح حطها اهي كلها تمام كده؟ تمام كده ميه كمان اروح حطة عليها المكارونة اهي طاجن بتاعي طبعا بنقيه مظبوط على الكمية اللي عندي وتعالوا بقى نحط البشامل اللي عايزة تديله رشد جسط الطيب بس كده وقلب ويلا بقى انزل على كل الطوغن بتاعي بس كده انزل بقى كله واداري كل المكارونة اهه نزبطها وطبعا ارش بقى رشة الجبن المعتبرة وممكن برضو كنت احط يا جماعة عندي هنا في جوها ممكن احط ايه؟ جبن في البشامل قبل ما احطه اهو طبعا بحب احط رشة ايه؟ جبن ميكس لكن لو هي مودزاريلا بس عادي جدا بس اللي تشيدر بتديها طعم ولون وحلاوة اخر حاجة بقى تعالوا كده خدوا شوية زعتر ورموهم على الوش واتفرجوا على شكلها وهي خرجة ورحتها وطعمها ده زعتر فرش لو عندكو جاف برضو بيبقى حلو قوي عليها كده كلها على وشها خلصنا كمان اهو المكارونة البشامل العادية جدا جدا نقل بالسلسة وانا قلتلكو في بيوت كتيرة بتعملها من غير سلسة وفي بيوت بتعملها بسلسة عايدي لو لا اختلاف الازواق لبارة السلع ولكن اما عايزاكو تجربوها بالسلسة هتلاقوها في حتة تانية وطبعا البشامل ما بيتحطش عليه بيض البشامل ما بيتحطش عليه بيض البشامل ما بيتحطش عليه بيض خالص تعالوا ندخلها ونرجع نعمل بقى الشربة سريعا جدا يستنون الله بصوا بقى المكارونة البشامل لونها كمان عيني لازاي بابا نويل كمان بيحتفل اهو بصوا بقى اساسا بقى هنا عارفين ريحة الاكل عارفين كده الساعة 12 لما يكون الاكل بيخلص وخلاص هيتقدم عارفين انتو الاحساس ده والريحة دي هو دلوقتي بالضبط الريحة دي هنا الاكل كله بيجهز وخلاص يتحطى على الصفرة كل سنة وكلنا طيبين يا رب اشتركوا في القناة